زياد طالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة نجيب محفوظ التجربية التابعة لإدارة شرق الإسكندرية التعليمية ذهب لإدارة المدرسة يطلب تأجيل امتحانه بسبب إصابته بفيروس كورونا إلا أن إدارة المدرسة رفضت وأصرت على آدائه للامتحان وإلا اعتبر الطالب راسبا وفوق ذلك أجبرته على الجلوس بالفناء أمام الحمامات وحسب ما تم تدوله على مواقع التواصل فإن الأمر لم يقتصر على حضور الطالب رغم إصابته بفيروس كورونا وجلوسه هكذا في الفناء بجوار حنفيات المياه وبجوار الحمامات بل وصل إلى عدم تجاوب المدرسين لتسليمه ورقة الامتحان خوفا من انتقال العدوى إليهم هذه الصورة التي تظهر أمامنا على الشاشة أثارت غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي مما دعا لتحرك وزارة التربية والتعليم التي قررت تشكيل لجنة للتحقيق في تلك الواقعة وبعد التحقيق أقال محمد سعد محمد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أقال مديرة مدرسة نجيب محفوظ التجربية للغات على خلفية إجبارها الطالب زياد على أداء الامتحان بفناء المدرسة وهذا هو نص البيان الصادر عن الحكومة إدارة العلاقات العامة والإعلام بمدرية التربية والتعليم بالإسكندرية باين إعلامي بشأن إجبار طالب على أداء الامتحان بناء على التوجهات والتحقيق في الواقعة أصدر الدكتور محمد سعد محمد قرارا وتوجهات بتشكيل لجنة عجلة للتحقيق في الواقعة على إجبار الطالب بجلوسه في الفناء وتم معاقبة المديرة كما ذكرنا اللافت أن هذه الحديثة ليست الأولى من نوعها فقد تكررت قبل ذلك في أماكن أخرى كان أشهرها حالة الطالب يوسف فيض وهو طالب بالفرقة الثانية بكلية الإعلاج الطبيعي في جامعة سيناء وهذه هي صورته وللأسف توفي هذا الطالب مطلع ديسمبر الماضي جراء إصابته بفيروس كورونا بعد أن رفضت إدارة الجامعة غيابه عن حضور انتحان رغم شكواه من أعراض المرض بينما نفت الجامعة ذلك ترجمة نانسي قنقر